تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية المواجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات المزيد من التفاصيل مع زمين محمد الخطيب مراسل تلفزيون مصري نعم مشاهدين الكرام لازلت تغطيتنا مستمرة عبر شاشة القناة الأولى لكل التطورات بشأن القضية الفلسطينية نتواجهد معكم الآن من أمام معبر رفح البري والذي عبرت منه اليوم 13 شاحنة 10 من هذه الشاحنات للوقود 7 للسولار و3 للغاز الطبيعي و3 شاحنات أخرى للمستلزمات الطبية هذا في الوقت الذي يعاني في قطاع غزة من نقص شديد في المواد البترولية والمستلزمات الطبية وهو الأمر الذي حضرت منه مرارا وتكرارا منظمة الأنروا بشأن تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وطلبت بضرورة تأمين هذه المساعدات للدخول إلى الأشقاء الفلسطينيين عسكريا لازلت قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بهجمات عسكرية في أماكن متفرقة في قطاع غزة وفي أماكن عديدة وهنا نشير إلى المدرسة التابعة لمنظمة طغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا والتي قصفت بالأمس وهذا القصف أدى إلى استشهاد تسعة وعشرين من الأشقاء الفلسطينيين لتكون هذه المدرسة هي رابع مدرسة يتم قصفها في أربعة أيام ويرتفع أعداد الفلسطينيين إلى أكثر من سبعين شهيدا دبلوماسيا لازالت مصر تكثف جهودها وتقود قطار المفاوضات للوصول إلى حلول سياسية ودبلوماسية لوقف نزيف الدماء الفلسطيني وهنا نشير إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز المخابرات المركزية الأمريكية والذي أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفضه لإستمرار العمليات العسكرية وضرورة يعني وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرة ووقف هذا نزيف الدماء الفلسطينية كل هذه الأمور ولازم نتابع معكم من أمام معبر رفح كل ما هو جديد بشأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وأعود إليكم مرة أخرى في مستدف